الجانب الترفيهي من مهرجان العالمين نال إشادة كبيرة جدا من رواد السوشيل ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي وكان طبعا من الأنشطة اللي ناس كثيرة قوي يتكلموا عنها هي لعبة البينبال واللي تم تدول عدد كبير قوي من الفيديوهات بتاعة البينبال المميز في تجربة لعبة البينبال أنه تصميم صحة اللعبة المعمول نشوف دلوقتي حاجة مختلفة جدا ويمكن كانت معينا دلوقتي على الشاشة فعلا طراز علامي يعني المعروف عن لعبة البينبال أنه تتلعب عن طريق فريقين بيكونوا موجودين كل فريق مكون من 6 أشخاص وكل فريق بيستخدموا صدسات ضغط الهوى يعني بيبقى فيه ألوان كده فيها بتطلق منها الألوان دي لإصابة الأهداف هي لعبة مصلية جدا ولطيفة جدا ويمكن كلنا كده عدت علينا ولعبناها وكانت من الأجواء أو بتسبب كده أجواء من البهجة والفرحة وسط الأصحاب فلما نشوفها في مهرجان العالمين أكيدا نشوف حاجة مختلفة فيها لأنه دايما مهرجان العالمين معودنا على ده بالحقيقة كل حاجة في العالمين جاهزة لاستضافة فعاليات بطولة كرة القدم اللي هيشهدها مهرجان العالمين الجديدة بالمناسبة فيه مباراة قريبا جدا ضمن فعاليات المهرجان بين قدماء نجوم الأهلي والزمالك وكل ده يعني أو كل عشاق الكرة هيكون على موعد لمطشم يعني ولا أروع بين أحرف اللعيبة اللي متعون سنين في الملاعب لكن السنة دي هنشوفهم بطريقة مختلفة هنشوفهم بيلعبوا كرة على شواطئ العالمين ترجمة نانسي قنقر